لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أقول رد بعقل يا حسن أقبل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسا رحب بيكون معظم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل لأم العقل وعندما حلقتنا النهاردة ما هي عقيدة شيخ الأزهر في القرآن وإحنا الحلقة اللي فاتت كانت موجهة لطلاب الأزهر والشيخ الجامي كان بيوجه كلامه ليهم ويقول لهم أما إذا تبين له الحق يعني على طالب الأزهر والهدى وقال بعد كده لا لن نخالف عقيدة مشاهدنا وعلمائنا لأجلها ولا عند ذلك لعز وشيخ الأزهر لما تكلم عن القرآن قال فلا هو كله مخلوق ولا أن القرآن كله قديم أو أزلي وابن حجر قال أحدث الأخبار بالله أي أقربها نزولا إليكم من عند الله عز وجل فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم والشيخ البراك رده قال ومسهب الأشعار في كلام الله وفي القرآن هو أقرب إلى مسهب المعتزلة ويتضم تشبيه الله بسبحانه بالأخرة استعال الله عن ذلك علوة كبيرة الشيخ البراك قال والقديم هو الذي لا بداية لوجوده إلى أن قال قديم لا تتعلق به ما شيئة الله سبحانه وده معناه أن الله لا يتحكم لا في أفعال ولا أقوال وده ما سبق يعني اشتيمة لأن ده بيكون لا مصدقية لأفعال ولا مصدقية لأقواله برضو وفي حلقة النهاردة هنواصل شرح كلمة قديم أو بمعنى أصح بننقل شرح الشيخ البراك لكلمة قديم ونشوف بقية الشرح الشيخ البراك بيقول قديم لا تتعلق به ما شيئة الله سبحانه والكلام ده بيعتبر كرسة وبيعتبر مش سب لله بس لا ده معناه أن الله عاجز وعشان أشرح الكلام ده أنا عاوزة طالب الأصهر يركزوا معي ويحاولوا يفهموا الحتة دي اللي مش مفهومة ومش هيفهمها لو حاول يفهمها اللي مش مفهوم في الحتة دي إنها عقيدتكم اللي بتتعلموها في الأصهر وهتعلموها للناس لما تكونوا مشايخ للأصهر وطبعا دي عقيدة عبارة عن تناقض وأشياء مش مفهومة ولو حد حاول يفهمها مش هيفهمها أكرر شرح الشيخ البراك الشيخ البراك بيقول قديم لا تتعلق به ما شيئة الله سبحانه دي هي عقيدة الأصهر وشيخه ومشايخه اللي بتتعلموها من الأصهر يا طلاب الأصهر ومعنى قديم لا تتعلق به ما شيئة الله سبحانه يعني الله لا يشاء أن يتكلم ولكن يتكلم أو يشاء أن يتكلم ولكن لا يتكلم وطبعا العبارتين الغريبة أن كل واحدة فيها متنقضة مع نفسها وبالتالي متنقضة مع العبارة تانية بيؤمن بها الأصهر وشيخه ومشايخه ودي من عجائب العقيدة الأصهرية الأشعرية المتنقضة والعبارة الأولى الله لا يشاء أن يتكلم ولكن يتكلم شيخ الأصهر اتكلم عنها وأثبتها وقال أن دي هي عقيدة الأشعرية وطبعا عقيدة شيخ الأصهر والأصهر ومشايخه وإذا كان الله لا يشاء أن يتكلم فأكيد مش هيتكلم إذن كلام الله أو القرآن في الحالة دي مش كلام الله ولكن القرآن موجود وبنقرأ وبيقول لنا شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب القرآن مش كلام الله اللي الله تكلم به ولكن هو كلام الله اللي الله خلقه كلام ده نقلناه من كلام شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب وعلقنا عليه في الحلقات اللي فاتت ونشوف مع بعض شيخ الأصهر بيقول إيه بيقول فلا هو قال أن القرآن كله مخلوق ولا القرآن كله قديم أو أزلي فلا هو قال أن القرآن كله مخلوق ولا أن القرآن كله حادث أو قديم أو أزلي اسمعوا يا طلاب الأصهر شيخ الأصهر اللي أنتو اتخذتوه ربا من مع الله بسبب الله ورسوله إزاي الله أخرس يعني عجز أنه يتكلم رسول الإسلام أحسن أنه بيتكلم إله أخرص ورسوله بيتكلمين فهيكون عنوان مثلا فيلم كوميدي ولا حاجة فرسول الإسلام اللي بيعبر عن الإله الأخرص ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي ونواصل كلام الشيخ الأصهر لكن الحروف اللي نزل اللي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوق وهنا الشيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بيقول لكم الحروف اللي بلغها النبي معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوقة والرسول الإسلام طول عمر بيقول إن القرآن كلام الله شيخ الأصهر بيقول لأ كذبت يا رسول الله ده كلامك أنت هل أنت نسيت إن القرآن كلامك يا رسول الله ولا هل الرسول لما راح لأبو حسن الأشعار في المنام مثلا قال له قل له ده كلامي أنا ومش كلام الله نروح للعبارة التانية الله يشاء أن يتكلم ولكن لا يتكلم يعني كده زي المزنوق الله عايز يتكلم لكن فيه حاجة بتمنعه أن يتكلم فالأشعرات كسفوا يقولوا إن فيه حاجة تمنع الله من الكلام فاختروا كلام النفسي ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي مع الشيخ الأصهر المعاني التي كانت قائمة بذات الله تعالى أزلاً قبل أن يخلق الإنسان ده اللي هي بسميها الكلام القديم وده الكلام النفسي بيسميه وشيخ الأصهر هنا بيقول المعاني التي كانت قائمة بذات الله تعالى أزلاً قبل أن يخلق الإنسان ده اللي هي بيسميها الكلام القديم وده الكلام النفسي وكلام النفسي معناها برضو إن الله مش بيتكلم يعني بدل شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب ما يقول إله أخرص الله لا يتكلم وده بتساوي يعني أخرص وده بيساوي الكلام النفسي بعد كل اللي قلناه وشتايم اللي كشفناها في عقيدة الأصهر الأشعرية المفلسة هل لسه في طالب أزهري بيقول إن الأصهر وشيخه ما شيخه مش بيسب الله ورسوله هل في شخص عائل يفهم مدى التناقض والإطراب اللي في العقيدة الأشعرية المتناقضة يعني سؤال لأي طالب أزهري هل تقدر أنك تعمل عقيدة من حاجة متناقضة مع نفسها زي الجملة اللي شرحناها الله لا يشاء أن يتكلم ولكن يتكلم ومشكلة إن العقيدة الأشعرية قائمة على هذه العبارة متناقضة مع نفسها وعلى عبارة عكسها ومتناقضة مع العبارة اللي فاتت وبرضو متناقضة مع نفسها الله يشاء أن يتكلم ولكن لا يتكلم يعني بمعادلة بسيطة الله لا يشاء أن يتكلم ولكن يتكلم زي الله يشاء أن يتكلم ولكن لا يتكلم هي دي عقيدة الأصهر الأشعرية المتناقضة طبعا كل واحد واللي يفهمه من العبرتين يا طلاب الأصهر تقدروا تبدعوا تفهموكم ممكن واحد يقول الله لا يشاء أن يتكلم ولكن يتكلم يعني بين قسين مخلوق زائد كلام محمد زائد الله يشاء أن يتكلم ولكن لا يتكلم يعني بين قسين مش مخلوق زائد الكلام النفسي ودي عقدة الأصهر الأشعرية المتنقطة الله لا يشاء أن يتكلم ولكن يتكلم بين قسين مش مخلوق زائد كلام نفسي وزائد الله يشاء أن يتكلم ولكن لا يتكلم بين قسين يعني مخلوق وكلام محمد وده بيساوي ايه لعقيدة الأصهر الأشعرية المتقدة ومش هنحرمكم من حاجات تقدروا تبدعوا وتتقلقوا وتخترعوا ما هي أصلا يعني عقيدة من اختراع الأشعرية ويشكر طبعا الأصهر وشيخه مشايخه أنهم بيكبروا فيكم روح الإبداع والاختراع وفعلا كلام الشيخ الجامي كان في محله نشوف مع بعض هيقول لنا إيه الشيخ الجامي الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن الأكيدة الأشعرية وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم وهنا الشيخ الجامي بيقول الشبهة أن يرى طالب العلم ومشايخه يدافعون عن الأكيدة الأشعرية وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم لاحظ كلام الشيخ الجامي وجود مشايخه اللي هو بينكوسين يعني الأصهر وشيخه ومشايخه بيعمل إيه بيساوي شبهة يعني من الآخر الأصهر نفسه شبهة ومشايخه يتقنون تلبيس الشبهات على طلاب الأصهر فما بالك بعملت الناس البسطاء وكل اللي احنا شرحناه ده بيوضح إجابة سؤال أنوان الحلقة يعني ايه هي عقيدة الشيخ الأصهر في القرآن وهي ايه هي تجديب الرسول أن القرآن كلام الله ودلوقتي انا هعمل لكم لقص لحلقة النهاردة في حلقة النهاردة شفنا أن الشيخ البراق قال أن كلام الله قدي وده معناه لا تتعلق به مشيئة الله سبحانه دي هي عقيدة الأصهر وشيخه ومشايخه اللي طلاب الأصهر بتعلموها من الأصهر ومعنى قديم لا تتعلق به مشيئة الله يعني الله لا يشاء أن يتكلم ولكن يتكلم أو الله يشاء أن يتكلم ولكن لا يتكلم وده شرحنا معنى الجملتين لو إذا كان الله لا يشاء أن يتكلم فأكيد مش هيتكلم إذن كلام الله أو القرآن في الحالة دي مش كلام الله ولكنه كلام محمد رسول الإسلام ولو الله يشاء أن يتكلم ولكن لا يتكلم يعني عاوز يتكلم لكن في حاجة بتمنعه أن يتكلم فالأشعار اخترعوا الكلام النفسي انتبعين الحلقة الجاية عشان نشوف إزاي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قام بفبركة العبرتين مع بعض والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمن أقبل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المساء